من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكما أجل جزاكم الله خيراً لكي تكون مع المجتمعين مرة أخرى الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سوف أتعالى بالتعالى 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 ولكن في المملكة المجتمع نعلم أن المجتمع المجتمع من الحرب هو الولايات المسلمة في المسلمين وإذا نحنقل العبارة من سبيعاتنا في مجتمعين وفي مجتمعين دعائقيا تبطيئ هذا سينزع المنظمة المدينة تتحدث عن أحب يعني أنها تتحدث بين شخصاً و شخصاً وهي بالتأكيد في الإسلام إنه مقاعدة في الإسلام يمكنك الحقيقة تحتاج إلى شخص إلى شخص مالا أو شخص ولكن الآن ما يجب أن تفعل مع هذه أشعارات هو أين يأتي الإسلام أقرأت 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 لأنني لا أتذكر أقرأت الذي قرأت شيئاً جداً عندما قال 85% من المراجعة أين كان مقاعدة أو حرام أقرأت 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 في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في سنن الإمام النسائي أقرأت 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 لكن هذا هو تحقيق وذلك في حالة الإسلامية الشريعة تقرأت تحقيق أن تظهر إلى شخص أقرأت أقرأت فانظر إلىها ونظر إلىها فإنه أقرأ أن يقدم بينكما أقرأت 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 إلىها فإنه أنك أحبت أقرأت الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوة أقرأت ما يجب أن تبحث على في عائلة إذا تحقيق أو تحقيق أقرأت أيضا أقرأت أقرأت لأن أخبرت اليوم في خطبة الجمعة أن لا يمكن أن أعطيها في عائلة تعلم أن تحقيق أن تحقيق المرأة المرأة لا يمكن أن تحقيق المرأة إلى المرأة يجب أن تحقيق المرأة أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أقرأت تنكح المرأة لأربع المرأة تحقيق في المرأة بسبب أربع المترجم ودريق لدريق الفيسي المرأة ودريق الأجمع لأن أجمع هذه سابت الأخصة سيكون سبيل والديك أطلاق وبالحنى تعالى أجمع خلفي العطاق أين كانت تتحرك وأن النظر هذا النظر الثاني لذلك نحصل على الفترة نحصل على فترة نحصل على جديد نحصل على الجديد ونحصل على البداية أو الحقيقة أنها ستستطيع القناة لديها سبب لديها سبب لديها سبب يمكنك إعطاء معك لأسفل ثم يتحدث الأمر أكثر وهي رجوع ثم يقول هذا فظفر بذات الديني تريبت يدك الآن يمكنك تقرميز الضوء يمكنك تقرميز الضوء يمكنك تقرميز الضوء وإنهار لكني لا تقررميز أجل وحنر أول إنطواء وانطواء الضوء اليوم وذلك وذلك يقل الوقت الفراق المشاعة 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 الوحيد المشاعة 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 بالمشاعة حيط للمشاعة القرص هذا هذا هو إدارة أن الناس لا يتساعد الاجتماعي عندما يتحدث عن الوصول و تسألتك، وأنا سألتك أيضاً أيضاً، كيف نحصل على الوصول؟ ربما كان لدينا أصدقائنا، لدينا أخير، لأنهم كانوا يستمتعون إلى أبناء أصدقائناً، لأنها سألتك، فقط تفكير على الحظة، حظة الحظة التي تتبعها في هلوط، والبولود، والمؤسسين تظهرين لك و سبحان الله، إذا تظهرون هذه عقلات واخترسة، إذا تظهرونهم، تظهرونهم، لن تتبعونهم حول عام، لذلك يأتي ويظهر لك في مقابل أن هذا مجتمع مجتمع لأنها هي باربي ومجتمع مجتمع ولكن انظروا على حياتهم مجتمع كل سنوات مجتمع أخرى ويستطيع أن يستطيع المساعدة المساعدة والكل هذه الأشياء ولكنك لا يمكنك فعل ذلك الشيء الأهمية هنا هو لا تقوم بسرعة المجتمع لماذا؟ لماذا لا يجب علينا نقوم برؤية المجتمع؟ لأن المنارات هذه الأشياء لأن كانت أخيصت عبليا لكذلك في حالة الادوية أو حالة الناس تخيصت عبليا لكذا هذه الأشياء التي تخيصت عبليا لكذلك سوف يكون المملكة التي ستعطى أطفالك في المنطقة تظهر هذا ستترك المنطقة أنا أرغب أنا لدي أسفة مع أطفالي إذا كان المفكرة من هذه المنطقة هي عظيمة ستأخذها إلى كمارت وشبكة لأسفة لأسفة هذا هو المفكرة إذا كان المفكرة ستأخذها ستأخذها لأسفة بأسفة مع المنطقة ولكن إذا كان المفكرة هو المنطقة ستأخذها ستأخذك وإذا أرغبتكم أخواتكم وإنسانة في الإسلام المنطقة المنطقة إذا كان المنطقة 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 بالإصلاة في حديث أخرجه الإمام مسلم حديث جادف ابن عبد الله رضي الله عنهما البيت صلى الله عليه وسلم يقول لك أن كل يوم في المرأة الشيطان يضعه على المطلوب تظهر هذا وأنا أتحدث عن إبليز والذي يتبع للعبادة والذي قلت وقلت لعبادة والذي والذي لن يطلق الوضع الصحيح وقت لعيش حتى الضياء وقلت لها لإنسان لإعلم الله سبحانه وتعالى أننا لا تحصل التعب ما الذي أعطى الله سبحانه وتعالى لنا لأنه لا يموت يجب أن تعرف أن الجن يموت أن الجن يموت مثلنا ولكن الشيطان إبليز هو الرأس الجن لا يموت هل أنت بخير يا أخوة؟ أخوة هل أنت بخير هناك؟ هل أنت بخير أم بخير؟ أخوة هل أنت بخير؟ الحمد لله لا يموت حسنًا لذلك كل يوم، ترى هذه الأخوة أخوة كل يوم، يجب أن تسمع هذا الحديث هذا هو لك أنا أقول هذا الحديث لك، فقط تظهر هذا كل يوم، الشيطان يضعه في الوطن الشيطان إبليز هنا ومن أضل اليوم مسلمًا ألبسه التاج أخوة أيضًا أخوة أيضًا أخوة أخوة أيضًا أخوة أخوة اليوم، أخوة 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 يكون أخوة 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 لكم أخوة أخوة نريح winter The Eblis at sunset That's when they change shifts The jinn They light, They break, and sunset Anyone knows when angels change shaped on us? Anyone knows? After Fajr and after Aasr Jinn know jinn, at sunrise and at sunset That is why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told you when the sun sets, what should you do with your children? كفوا سبيانكم Keep them inside. See, believing in the unseen is so beautiful, especially if you translate this into action. So at sunset, he will say the same statement to those who are going to work night shift, but now it's time to reward those who work throughout the day. So he will ask his jinn, what did he do today? Look at the scenario here. One of them will stand up and say, I stayed between those two Muslims until I got them fighting. And one of them killed the other. He will actually say, good job. And we're talking about killing here. Good job. I whispered to this young man. I told him, you're not going to do anything haram with this girl. Just say hi to her. And I got him into trouble. Good job. He's still very unhappy. He's still looking forward. Until this one stands up and says, Dear Iblis, dear Shaitan, Today I did not leave a husband and wife until I separated them. Until I got them to divorce one another. He will say, What we say in English, You are my man. You are the one. Come. Imagine. He did not crown for killing. He did not crown for adultery. He did not crown for these major sins which are, And I'm not, I hope you don't take this out of context. I'm encouraging you to divorce your wife. Divorce is not haram. In the sense, It's disliked. Yes. In some scenarios. But, But why was Shaitan So excited About Divorce? Look, he's strategic. Who suffers most when there is a divorce? Who? Children. Weaker generations. Easy to sway. Easy to misguide. You know, Like we mentioned today, One of the Higher aims Or holistic aims, They call it, Is the protection of the next generation. That the next generation is entitled To be brought up In a house Where there is love, Affection Between the husband And the wife. And they want to see that. That will give them A sense of security. They will become stronger. But, Normally children Who are brought up In a broken marriage, Broken homes, Rest assured That they will have A lot of psychological problems. And a lot of ways Shaitan Can get to them To do drugs Because they need To make up For that deficit In their lives Alcohol Or End up making Bad decisions In their lives And that's why Shaitan Brothers and sisters In Islam Is so happy About a divorce I think it's verse Number 102 The scholars Call it Ayat Sihri The Ayah Which deals With sorcery Imagine Allah Subhanahu wa ta'ala In this verse He shows The one thing Which is Most devastating Black magic That you separate There is a brand Of magic Called That you actually Throw spills Between a man And a woman That they don't have That affection They fight All the time Look at this So they learn From the jinn The spills Which will separate A husband and wife Why again Because of this Because of this This is the most Damaging Thing that you can do To the Muslim community That you end up With a bad start And that is why Divorce is A break In the umma A break In the family A break In the umma And it will Affect the umma At large We mentioned We mentioned That the prophet Advised The men To do so What about The guardians The prophet Sallallahu Alayhi wa sallam In the umma Al-tirmidhi He mentioned He mentioned Hadith Abu Huraira Radhiallahu Adressing The guardians Of the women If someone Comes to you Proposing To your daughters Look for two things One wording Of this hadith Amanah Is amanah Trustworthiness Honestly Oh another wording Which is more Encompassing Which is manner Character And then it deem The religion Then you should give This person Your daughters In marriage This is the right person Look at this If you do not do this You're causing A big corruption In earth And what is the corruption Here Divorce That's the big corruption Top of the line Divorce Or having Marital problems Kids are hearing Parents fighting All the time Fa Shahid ya Ikwa Why That valentine Business Is a key You see I'm telling you People Who Get together Just to fulfill A last A desire A sexual desire They will not Stand in the face Of the trials Of shaytan And the trials Of the jinn And the trials Of the human That is why You need A believing man And a believing Women To be together They believe In the mission They believe In the mission I mentioned Today The way That we Look at love And how Love works You see The The way That we Watch these TV shows And all these You know Soap operas And movies And you know And we focus On how beautiful The female Is physically The revealing Cloth And the sexual You know All these things And you need To understand This That is not Love in Islam Like I mentioned Today The story Of Khadija Radiallahu Anha We know That there was A significant Age difference Between the two Yet When the Prophet Sallallahu Alayhi Wasallam Ended up Talking about Her In front of Aisha And Aisha Showed her Anger Out of Jealousy She said He said To her Allah Subhanahu Wata'ala Has placed Her love In my heart And this Is the time You want And this Is the Lasting time But the Last full Love Or we call It Delusional Love And for The Arab Speaking He called it Al-Ishq He called it Al-Ishq That It Ends with The Discharge It's done No more In bed After that It's over It has Nothing to do With the Family With the Kids Nothing Whatsoever It doesn't It doesn't Go Beyond That No It doesn't End How Does Love Work In Islam And This Particular Issue Will Help You Understand Actually A Greater Subject Which Is Related To Something That That We To Love In the Quran With The Term Mawada Mawada And That Was Mentioned In Two Verses One Verse In Ayah Ruh And It is Of The Signs Of Allah That He Created For Yourself Spouses From Your Own Self Spouses And He Plays Between You Mawada Which Is Love And Mercy Warahmah So This Is Number One Al Ayah Thaniya That Is Why There Is A Connection Between The Two Ayah Al Walah Walbara La Tajidu Qawman Yukminun Billahi Wal Yawm Al Akhir Yu Wadduuna Man Hadda Allaha War Rasulah You Will Not Look At This Iqwa Allah Is Nagini This In The Highest Form Of Nagini You Will Not It's Impossible You Know Like It's Impossible It's Not Possible You Know That You Will Not Find Someone Who Believes In Allah And His Messenger The True Way Loves Those Who Do Not Believe In Allah And His Messenger It Just Doesn't Go How Why Look At This Now We Love With Which Lim Come On The Heart Right That's Where Love Is Right You Feel That Emotional Inclination Or Nearness Towards Somebody With That Lim Right Do You Have Control Over That Lim I Really Want You To Understand This I Don't Want To Understand This I Want This To Make Sense Okay What Is Your Name Yeah Okay My Heart I Want You To Love Elias Can I Do That What Is Going On With The She Did He Drink Something Tonight That's Not Tea Right It Doesn't Go This Way Now Who They Rakes The Hard To Love And This In Hadith Eby Huraira If I Love Allah Abda Na Yeah Jibreel When Allah Love Somebody He Will Call Abun Jibreel Alayhi Salaam Allah Will Call Abun Jibreel In I Love Fulana Nibna Fulana Fah Abda I I Love Imagine Allah Will Say To Jibreel Alayhi Salaam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Will Say Jibreel Alayhi Salaam I Love So And So He Will Name You Allah Will Say Your Name This This How Significant You Are In The Side Of Allah Subhanahu If He Loves You Love Him Jibreel Fayunagi Jibreel Fi Ahli Sama Jibreel Alayhi Salaam Will Call Abun The Dwellers Of The Heaven Who Are The Dwellers Of The Heaven Angels Angels Allah Loves So And So Love Him Here Is What I Looking For Thumma Yooda Lahul Qabool Ful Ard Then The Love Of This Person Will Be Placed In The Heart Of The Believers In Earth That Is Hopefully Your Wife Imagine This Your Wife That Is Why It Impossible Incline To Love Someone Who Doesn't Believe In Allah And His Message Unless If He's A Father That's Natural They Call It Or A Wife Kitab You Know So There Are Some Exceptions To This But You Don't Love Them For Their Religion For Their Way You Resent Their Way And This By The Way Has Nothing To Do With Treating Them With Respect With Justice With Fearness Those Are Two Different Points I And It's It's A Story That I Always Tell When I Address This Subject And It Happened Two Stories And It Happened A Long Time A You Probably Heard It From Me Before Or Maybe Heard It On YouTube But I Will Tell It Because It Really Drives The Meaning I Want To Convey Today Across To You In A Very Strong Manner A Man Who Used To Work In The Gulf In Particular In The United Arab Emirates And He Spent Years Making Money And We're Talking About The 80s The Communication Was Not Like Now Like Telegrams And You Know It Still Not As Advanced As We Have It Now I Think After Spending 15 Years Making Money He Sent A Letter To His Father Who Used To Be The Imam Of The Local Masjid In A Village Used To Be The Sheif Father I Think I Have Made Enough Money And I'm Ready To Come Back And Please I Think It's Time For Me To Get Married I Trust You Choose A Why For Me And I Will Send You Power Of Attorney Go Ahead And Put The Marriage Contract Together Imagine The Amount Of Trust The Man Had In His Father This Is Really About Something That Really Happened And I Know This Family Myself So Of Course The Father Read The Text You Know A Woman Is Seeked In Marriage Because Of What Like I Mentioned But He Banged Too Much So Much On Religion He Compromised Greatly The First Three At Least The First One Not The Second Or The Third The First One You Know Subhanallah Beauty Is Irrelevant To People Some People Consider This Beauty Some But Somehow He Chose Somebody Who Not As Beautiful As His Son Would Want And The Marriage Contract Is Made And This Person Is To Arrive The Night Of The Wedding And His Flight Got Delayed He Arrived Late He Went To The House Was Already After Midnight So He Given His Father A Hug Your Bride In Your Bedroom Congratulations Son So He Entered Into The Bedroom Have You Guys Ever Bought A Watermelon And Took It Home You Know You Know That Healing You Know Oh You 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 Know It's Like He Really Became You Know It's A Big Shock For Him And Allah Can Enable You To Do When You Feeling Down Is To Go To Sleep The Best Treatment For You Know That Down Track You Know You Call It Depression Or Whatever You Want To Call It Is Actually To Get A Nap Is 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 Actually If You Are Able To Sleep Is The Best Thing Subhanallah He Said I Want To Sleep I Just Put My Head And I Close My Eyes So By All A Sudden An Hour Before Fajr He Feels That Water Falling On His Face You Like This So He Looked And That Is His Spouse His Wife Until Now And She Wakes Him Up With That Sprinkler Of Water Then She Tells Him The Following Listen I Know I Am Not Beautiful And I Never Hoped In My Life To Get Married Actually But I Was Happy To Marry You And I Always Wanted To Get Married Just To Fulfill One Sunnah Just To Practice One Sunnah So Why Don't You Do This For Me And In The Morning I I Will Allah 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 Will Shower This Man This Husband With His Mercy Who Wakes Up At Night To Pray To After He Finishes Tahajjud He Wakes Up His Wife To Pray Witter With Him That's The Sunnah And If She Doesn't Wake Up He Would Sprinkle Water In Her Like This To Wake Her Not Pool Okay Don't Go And Pour Water In Your Wife Look At This And Allah Subh'ana Wa Ta'ala Will Have Mercy On A Wife She Would Wake Up At Night Also To Pray Tahajjud And Then She Would Wake Up Her Husband And If He Doesn't Wake Up She Would Spray To Water That's The Sunnah Stand Up Leave Me In Salah In The Morning You Free Man Wallahi I Said This Guy Sweers By Allah Three Rakas He Said That's A Good Solution You Know He Actually When He Engaged In The Salah He Thought That's A Good Deal You Know The Forces Are Very Coasty In You Know In Egypt Especially If You Have Road Muachfar Is Very Defeared Amount Of Money But Subhanallah He Says I Brate Three Rakas Two Shafa One Wint And Not Long He Said Wallahi I Said As-salamu Alaykum Wa Rahmatullah As-salamu Alaykum Wa Rahmatullah And I Looked At This Lady As If I Looking At The Most Beautiful Women I Ever See You Know It Is Like The Whole Thing Changed The Whole Thing Changed And I Just Became Attracted To Her You Know I Have No Idea How This Happened They Have Grand Children Now Who Are Five Of Them Five Of Them Of And There Imams In The Town Where They Are The Thing Here Is If You Are Obedient And Your Wife Is Obedient Allah Will Put These Hearts Together The Big Problem That We Have In Our Marriages Now And This Is I Face This And I Sure The Imams Across Town Also Across The Country Face The Same Thing When The Relationship Was Not Initiated On The Basis Of Islam Religion That Common Agenda You Married Her Because Of Beauty She Married You Because You Are Mascular She Married You Because Your Family Your Money It The Religion Was Never An Element Of Discussion Never Then What Happened And This Normally By The Way That Common Now That Happens With The Sisters So One Of The Sisters Was Guru The Masjid And She Wakes Up She Gets Engaged In A Community Where There Is Knowledge And She Find Out That She Been Living Her Life In A In A Way That Is Not Pleasing To Allah Her Home Is Set Up To Be A Home For Iblis Lately Really Not So Now She Waking Up She Want To Fix The Whole Thing Now Guess Who She Is Supposed To Struggle There Are Kids Wallahi I I I Heard This From A Husband Whose Wife Insisted On Taking His Children To A Weekend School Islamic School You Know What He Said To Me She Is Trying To Produce Terrorists Out Of Out Of My Kids And We're Talking About Weekend School You Gonna Go And Read Some Quran And Read Some ABC Islam Really You're Not Going To Study Like But That's The Perception I Said Brother She's Trying To Raise Up Your Kids To Pray No We Never Agree To That I We Actually You Never Talked About That 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 That's A Big Issue Brothers In Any Way Or In Any Manner Adopt The Ways Of Men Muslims Once It Comes To Initiating Marriages Initiating A Relationship Between A Man And A Woman We Should What Does Teach I Want To Close With This Fascinating Story Which A Lot Of You Are Aware Of It's In The Story Of Prophet Musa And You Know I Find It Very Troubling To Some Families Especially In The United States Of America Who Have A Very Hard Time Finding Husbands For Their Daughters Wallah I Feel So Bad When A Father Calls Me And Tells Me Sheik Do You Know Somebody He's Looking For A Decent Husband Who May Be Interested In Marrying My Daughter It's It's A Sad Thing A Very Sad Thing In A Lot Of Cases But Don't Feel Bad Look At This Story When Musa Flood Egypt Upon That Incident With The Accidental Killing Of The Egyptian And He Knew That They Are Trying To Arrest Him And Hunt Him Down To Place Him In Jail He Fled Egypt And He Walked A Long Way To A Place Called Median To The East And He Arrived And Look At The Scene Now Strong Shepherds Are Watering Fetching Water For Their Flocks And Those Two Girls They Are Standing By The Side Did Not Want To Mix With The Men And These Men Do Not Have The Consciousness And The Courage To Allow Them To Water Their Flocks First Flocks Of Animals So They Can Go Home Early Rather They Are Ignoring Her They Are Ignoring Them Both Of Them Musa You See This Is Man We Need People Like Man This Doesn't Make Any Sense Look At These Two Girls They Are Standing Waiting For These Strong Men To Finish Up Watering Their Flocks I Don't Like That So He Goes And He Asked Them A Simple Question What's Wrong Here They Said Listen We're Not Gonna Water Our Flocks Unless Or Until These Shepherds Are Done Why Because We Don't Want To Mix With Them And You Know What The Reason Why We're Out To Begin With Our Father Is An Old Man And He Doesn't Have Sons We Have To Do This Work We're Not Out Just You Know We Wanting That He Took The Animals And He Watered Them Got Water For Them And He Didn't Say A Word After That The Story Was Told In Details All What Musa Said To Them What Is Wrong With You That's All He Didn't Flirt With Her He Didn't Say You're Beautiful He Didn't Say You're Oh Really You girls Should Be Standing Here I Mean You're Special Girls I Mean You Know Some Of Us May Assume That This Is What You Have To Do To Connect Don't Don't Violate Some Some Young Men Now I See Alhamdulillah A lot of You Sitting Here They Think They Have To Violate Islam To Find A Wife You Have To Flirt You Have To Say A Couple Of No Musa What's Wrong With You He Took The Animals And Then He Didn't Even Wait For Thanks For Them He Brought It Back He Went Beneath A Tree And Meet This Dua Oh Allah Help Me So The Two Girls Went Home They Told The Story To The Father Father This Man Did This The Father Right Away He Said Please Bring Him To Reward Him So One Of The Girls Came Back To Invite Musa To The House Look The Description Of Allah You Know She Was Walking On Shyness That's The Literal Translation Really But You Could See Shyness On Her When She's Walking You Know She's Not Looking She's Lowering Her Gage I'm Here To Invite You On Behalf Of My Father Because He Would Like To Reward You For What You Have Done For Watering Our Flux Look Look at This And Best Person You Can Hire Here Is Someone With Strength And They See That Strength When He Took The Fetch The Water You Know He That's A Strength And He Trustworthy He's Ameen How Is Ameen When He Was Walking Home He Refused To Walk Behind Her You See Right Now We Live At This Time Which Tells You What Ladies First So When You And A Lady Is Walking Then The Lady Should What Ladies First Ladies First I Mean Come On Man I Mean No He Actually Refused To Do That Right What Rush You Don't Walk Behind Her You Shouldn't Do That And But Now He Said To Her Listen I'm Going To Walk In Front Of You I'm Going To Walk Straight If I To Turn Right Or Left Just Pick Up Anything From The Ground And Throw This Way Don't Even Talk To Me You You Don't Have To Violate Really Oh I Enjoy It You Know Watering Your Flux Today That Was Really Fun Oh Yeah Yeah I Thought You Did A Great Job You Are Really Strong Isn't That The Typical Thing That Will Happen No No You Don't Have Look At This Straight Trustworthy I Mean That's It's Like That's The Way This Is Where Allah Will Bless This Marriage When There's No Haram No Haram In The When He The Father Filled That This Girl Who Made That Request Is Where The Father Is That's Where You Step In You Know You As A Father Or You As A Mother Should Not Suppress That Oh You Shouldn't Have These Feelings You Shouldn't Do That That's Very Dangerous No You Should Address It You See Look At The Father He Addressed It What Did He Say He Went To Musa And He Said And He Was A Smart Father By The Way You Know What He Said To I Want You To Marry One Of The Two Because Remember Now Musa Saw Two Girls Now He's Not Gonna Tell Him Marry This One What If He Like This One That's An Issue No You Choose He Choose The One Where There Is That Connection And I'm Not Giving Her For Free And That's Where Actually The Evidence We Have For What We Call In Marriage Contract The Deferred Doury That You Can Actually Give Your Daughter In Marriage And Yet Have Called It That You Work For Me For Eight Years Imagine The Eight Years Work Shepherding For Eight Years Imagine And By The Way I'm Really More Into Ten Years But If You Do The Eight I'm Fine With That Which Of The Two Turns Did Musa Said A Messenger Of Allah Will Fulfill He Actually Spent Ten Years Shepherding And Learning Patience There Is No Prophet لكنهم شبارهم 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 انتحدث شبارهم واذا لياذا كيف من شبارهم واذا لذلك المنطقة البيت لذلك لذلك انتحدث وبنستقبل بقول وعليه عن المساعدة عندما يكون المساعدة لا أستطيع أن أتبعك إلى المساعدة لكني يتبعون المساعدة هو المساعدة ومساعدة هو المساعدة شيئاً عندما يتبعون المساعدة لذلك يتبعون المساعدة لديه قليل كما تبعون المساعدة إذا تبعون المساعدة لا تبعون المساعدة لهم لا تبعون مرحبا لهم لا تبعون المساعدة تتعرف الناس إلى المساعدة كيف تفعل؟ أذل انا أذل اذهب. هيا. اذهب. اذهب. اذهب معنا. هيا. اذهب معنا. هذا يأخذ معلق. هذا يأخذ على سبيل. يأخذ كلنا معنا. يأخذنا معنا. ويأتي الوقت لدينا عملنا. الشاهد ، يا إخوة ، يجب أن نقوم بإمكاننا الإسلام في حياتنا. يجب أن نقوم بعملها. وهذا هو المسجد الذي أريد أن أشارك معكم. وهذا هو واحد من المهمة المهمة. أكثر إذا كنت تريدون من أشخاص ومارجات. إن شاء الله. إستمتعي ، إن شاء الله ، وإستمتعي ، وإستمتعي ، وإستمتعي ، والأسفة ، أكثر من أسفة ، وإستمتعي ، بإذن الله تعالى. أي أسفة ، إن شاء الله؟ حسناً ، أصلاً. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. تُعلم أن الكثير من أسفلتك من تحصلتك لتعبتها بأسفلتك. لا 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 يعني فيها الإنسان نظام أيضاً نحن نفس الأسلسلين إلى هنا هناك شخصاً بشكل جديد ولكنهم جميعاً تنتهجون مرتفع لا يوجدون الدروس صعبوا إنما يتقلون أنا أتبقى أولاً ما تقولين أعتقد أننا لدينا بعض الأشياء هنا أولاً أولاً أمبرلا لأن تختار لأخير لأخيرك هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا كان هناك إن العنوب لدينا أحد لذا كان تجعل ذلك أولاً من المشكلة في المجنة يقول أن تلاحظ مزقك 4x4 وعندما تستخدم 4x4 يحتاج إلى مستقبل لذلك يقول أن تشتريك 4 قليلات لأخير و4 قليلات لأخير 4 قليلات لأخير 4 قليلات لأخير 4 قليلات لأخير النبي قبل تصبير مأمين ولكنس جميع فإنه فذلك فإنه أمون المترجم ما يتوقف مدرجة المثالة في الحديث والمثالة في القرآن ما هي المثالة في الحديث فإنه رمضة فإنه ما هي المثالة في القرآن تباك وما؟ تباك تباك إن خير من استأجارت القوي الأمين لذلك يجب أن تبحث عن هذه الأسفل أنت تضع أخبتك لك أحد يملكك أحد يمكن أن تحبها يمكن أن تحبها يمكن أن تحبها من المتحدث وأنه يملكك وأنه يملكك وأنه يملكك وأنه يملكك وأنه يملكك الآن هذا أعلى الآن بعض الأحيان وأن هذا هو المسؤول التي نحن لدي الكثير من الأبعاء يجب أن يتعلم الملكة وأنه يملكك إنه مهربة عندما يتم تحب الوصول من خلالة اخبار عنها بابا الذي يريد أن يدعها في مواجهة لأشخاص الذين يدعون ألقاف لأشخاص الذين لا يدعون 5 مرحبا في اليوم وانا يسألنا لنا أن نسمع بابا لذلك أنت نسمع بابا لماذا تفعل هذا لك لأخبارك تعرف الانسر الشيخ هو اخبار هذا الانسر هو اخبار نعم هو اخبار لكنه لا يدعون ان شاء الله سوف يدعون توبة سوف يدعون لذلك لأخبار لذلك لأخبار هو يحظون إلى مواجهة على المستقبل من رجل لذلك أنه واحد سنال لا لا الثاني سنال يجب أن يدعون بسيطة لأنني أخبرك out of experience فالتحسن الانسر هو مدد من جدا لتحسن لتحسن عندما تحسن شخص من شخص من خلال من خلال من خلال هناك مدد من خلال نعم اموشي ربما رجل نعم لكن هناك بعض الأشياء التي تصبح محقاً جدا ولكن الآن هناك سؤال يجب أن هذا يأتي في المعبنة للبعضة؟ لا لذلك أولاً لبعضة ثم كلمة المعضة لكن لا يجب أن تقوم بالبعضة للبعض للعضاء لن تقوم بالبعضة للبعضة 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 إنها البيضة رلغة كلمة المنزل المنزل تقوم بالنسبة لك لكن لا يجب أن تقوم بالبعضة للبعضة للبعضة و هذا ما نعطينا لك لدينا نسأل هنا هناك سؤال نحن المساعدة للبعضة 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 لنحن لدينا لذلك validate هذا الأعمال هذا يجب أن تكون عملتها ولكنه لم يحدث الآن المدرسة مع أطفال أطفال يجب أن تغيير المسجد في المسجد عندما يكون المسجد لا يحدث نتمنى أن هذا يجب أن تغيير المسجد لذلك أعتقد أن هذا يجب أن تغيير المسجد نحتاج إلى المسجد المسجد مفتلاح يجب أن تغيير المسجد فهذا يجب أن تغيير المسجد وكذلك يجب أن أخرج المسجد كل شيء حسنا أمون تقصد الواري أمون أمون المصجد لديه أمون أنه لما يا أعظم بطريقة الأخرى ثم أهم سلسلس لكي جيدة لإضافة الإطافة ثم ثم مالة ثم عندما سلسلسل البسريد من المجتمع للتوديد والنما تفيع دعم فتاة معي لإضافة تلك فرصة المترجم للقناة هذه هي نفسنا هنا يتجلب عمل لذا ما يكون المعروف يمكن أن يكون جولي يمكن أن يكون ديمان ما أيضا ولكنه ليس لديه لديه من المعروف هذا شيء يكون بالمعروف من المعروف من المعروف المعروف أو المعروف يقوم بشكل شيء هنا ما يقول المعروف ثم يجب أن تقول هذا يمكن أن تسجيل المعروف تسجيل المعروف نعم يمكن أن تكون قدتها ولكن يمكن أن تقوم بها لا في أعجابي لا وليس فقط في أعجابي إن أعجابي الإمام مالك المالكيين تعرف أننا لدينا فرصة من تعتقدات الإمام مالك مالكي تعتقدة المعروف كما تعتقدات على تقبل المعروف لأنه إذا كان لدينا لا تتعطي المعروف يمكن أن تعتقد المعروف من المعروف ايضاً هذا هو عظيم و ليس كنت .. نعرف يمكننا نغتلط مغتلطة عندما نمتع حياتنا و لكن تعرف أن عرّجات أيضاً حياتنا مغتلطة كل ما و었는데 لذلك لا يجب نغتلط قد يعمل على المستقبل ولكن يجب أن يكون لديك دوري من هناك هذا كما أتذكر أعرف هناك ثلاثة أعرف أن هناك في أي وقت قبل المنزل المنزل لأن هناك المنزل هناك دوري مختلفة من دوري نحن لا يجب أن تفعل ذلك دوري يجب أن يكون لديك دوري يجب أن تفعل شيئاً في أجلال في حالة مختلفة أو بعد ذلك سوف يكون لديك دوري هذا هو طريق طريق يجب أن يجب أن يجب شيئاً في أجلال ويجب أن يكون لديك دوري مؤجل ومؤخّر لذلك يجب أن تفعل ويجب أن يكون لديك دوري عندما يكون قصرات مرحلة فيها عندما يكون قصرات مرحلة عندما يكون قصرات مرحلة ومؤخرة مرحلة أو المنزل يكون قصرات مرحلة هذا يجب أن يكون قصرات ويكون قصرات بأجلال من دوري بذلك أنا أذكر الآن من أن تفعل ذلك من يجب أن يجب أن يجب أن تفعل من المرة المرحلة المرحلة يجب أن يجب أن تفعل ذلك على صغيره لكن طبعاً يجب أن تفعل ذلك في التصميقات يعني أنها تريد أن تحصل على مرأة وبيتكية لفتلالة وبيتكية. ويقول لأيها بيها أنت لست ستتعلم لذلك. ولكن أنا أقول لك أنت لا ستكون أحد لديك السيد هنا. أعني أعني ماذا يمتلك لفتلالة وبيتكية لفتلالة وبيتكية لفتلالة. سوف يتم تلك بس I'm telling you maybe this is somebody who will just wanna spendie night or two with you but you know I wouldn't encourage you know marriages marriages like this are not good you know like you also as a father we shouldn't complicate things should make it easy inshallah ما هو النظر من المدولة من الانتظار إذا كانت المدولة لا تخزينها؟ دوري هو طلب من الله سبحانه وتعالى أنه لا تدخل هذه المدولة لذلك هذا مقاليا لم تذهب للمشاكل في مدولة لتحصل على المدولة تستطيع أن تتخذها في كل موقع الذي تريد لأنه يجب أن تظهر على المساعدة أو المساعدة للتعامل هذه المتحدة تظهر مع واحدة تستطيع أن تسهر هذه المتحدة إلى المنزل في إسلام أعلم أنه أكثر مهمة هنا في المنزل لكن في إسلام تظهر كل ما يجب أن تقول ما؟ طالب الآن إذا كنت تتحرك ب$10,000 أو$15,000 أو$20,000 أعتقد أنك ستتفكر بأس قبل أن تفعل ذلك لذا كان ذلك مجدداً لتحقق المنزل من المنزل لأن تتحققها أيضاً بسهولة هذا هو واحد من المنزل أعتقد أن هناك المنزل من المنزل هنا إن شاء الله حسنًا حسنًا لدي بعض المساعدة هناك بعض المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل هذا هو حسنًا لذلك المنزل من المنزل من المنزل أيضًا أعتقد أن أشياء المنزل سيئفقة بأن أشياء المنزل المنزل من المنزل من المنزل إن شاء الله نحن نجد أن نجد أن نأتي إلى المسجد أيها الأسفل أكثر إذا كان هناك تحديث وإذا كان هناك تحديث تجد أن نجد الأسفل أن نجد أن تتعلم أكبر أنه إذا تذهب إلى أحد أخرى و يمكنك تتعلم إن شاء الله نجد أن نجد الأسفل إن شاء الله حسنا، كان هناك أمام نعم، سيد السلام وبركاته حسنا فريسا كان هناك آخر أحسنا فإن شاء الله أنه يقول أن المخدرات قرع بما أن زوجها لأنها لا يستطيعarena الضمي كون المخدرات كليل أنها تحديد كل المخدرات كني أنه لا يستطيع أن تتعلم لأنها تحديد كل المخدرات لأنها تحديد كل المخدرات كما قال والذي يتطيع أن تعلم نعم كي يمكن تنسى هاته هلحت كثيره تستطيع لم يتعبون هذا الشرع وإذا أعطيك تتعب كثير سيجملك ويستطيع انتعب عليك غرّوا ils سيعطينه اذا كان يخلص الفطر أستطيع قلوب عليك فقط أسرعًا لا أعرف البث بشكل يشترك هذه حياتge أحتوى نظر ما حمدتك لإخباركم مرفته إن شاء الله قد واأيكككككككككككككككككككككككككككف But I remember very well. This is the evidence in Malikiya used to state that This is Dowry is a condition for the marriage contract Do women get the same reward for going to the masjid The prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned that the best place for a woman to pray is her bedroom Then her Living room I think But لكن لا تمنعوا إما الله مساجد الله لكن لا تمنعوا أخوة الأخوة من الله من أن تذهب إلى المنزل من الله سبحانه وتعالى فكال عمر بن الخطاب يا إخوة سيدها مناسبة عاتيكا 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 عمر بنزل في المسجد وعمر بنزلها أنها تنزل في المنزل بطريقة مناسبة وقد تظهر إلىه وقد قال أعلم أنك لا تحبه ولكن أعلم أنك لا يمكنني أن تمنعني لأن المسجد من الله وكذلك أخوة 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 الأخوة عندما يوجد تحديث لا يوجد مكان لشعرات وكيف تشعر وكما تنزل في القرآن والسنة تخلق في المنزل هذا ينتهي أعلم أنك تنزلها ولكن أعلم أنك لا يمكنني أن تمنعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إما الله مساجد الله لا تمنعوا لا تمنع من أخوة أخوة الأخوة سعطة رب العظيم لديك تراجع لحظة ورحمة المشاركة و أنا هنا يتعلم خطبات وحاولة ومتعان بجميع المدينة لكنها هي الآن قد تجربة لدعاقات المدينة لقد تحصل على أي شير من ذلك بالتأكيد المكان الذي يجب أن أقوم بالتأكيد وأنها تستطيع إنه سعيد إنها سعيد بالتأكيد من يخلق هذا هو الله سبحانه وتعالى لكني أخبرك المنطقة هي أفضل المنطقة التي يمكن أن يكون لديها أعلى لك سنة أو أمان أو أمان لدينا أجزاء هنا نحن كم أمانين نحن نحن بأمانين لأن أطولنا المنطقة التي لا يمكنهم المنطقة التي لا يمكنهم المنطقة التي لا يمكنهم أمانيك على تقرير أتمنى أن نبدأ أولاً كما أمتنا نقل على أطفالنا أعتقد أنه سؤال عن المجلسة لكننا أيضاً سألتعب بسرعة المجلسة بسرعة المجلسة وعرفة عن المجلسة إن شاء الله سنقل بذلك إن شاء الله أخرى سؤال؟ نعم ELL YOU AND THE BROTHER BEHIND VIBRED OVER BECAUSE THOSE OF YOU ASKED ONE QUESTION ALREADY أخير من أجل الطريق أخير من التقلق الكثير من يسألها ما تقول لك؟ ما تقول لك؟ تسألها السيارة أخير من يسألها السيارة لا تسألها إنها كلمة إنها كلمة تسألها كلمة أعرف أن في بعضنا كلمة إنها تسألها ولكنها ليس إسلام إنها تسألها إنها تسألها نعم هناك سؤالك بسؤالية سؤالة في هذه المعارضة ونا نحتاجك لك وإنهاركا هناك كثير من التقلق في نفس المعارضة في تلك المعارضة ومشاركات ومعارضة ما هو إسلام في هذه المعارضة ومعارضة الإسلامة ومعارضة أماكن إسلامة تسألها تسألها ومعارضة ومعارضة إلى المعارضة ما تسألها؟ تسألها هي أسألها مجموعة أسألها ومعارضة ما نحن أفعل أعتقد أن هذا ما نحن نحن تفعل أقول لك شيئا وهذا من المدرسة من أحياني و من أحياني من أحياني تنظر 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 هذه الأحيان كما شخص إذا المسلمين يتحدث إذا المسلمين يأتي إذا المسلمين يأتي معا تنظر تنظر كل هذه الأحيان تنظر هذا لذلك الشيطان يتبقى تنظر هذا حديث الشيطان شيطان يتبقى ولكن انظر ما يتبقى ما يجعله تنظر الشيطان أولئة أولئة كلئة كما يتبقى يقول نحن نعلم مع هذا الذي يتحدث نفسنا ولكنه يتحدث مع ماذا يتحدث نفسنا ويأتي بشكل ما يجعلنا واحد من الأشياء التي أعتقد أنه الأشياء 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 المتحدة في أمريكا أجل، التي نتحدثت أشياء الأ exaggerated قوة في أمريكا كما تعموا قوة واحدة ويقول أنني احبت المنزل ولكن الآن كيف تحبت هذا المنزل؟ حسنًا تبقى أن هذا المنزل ويوجد أن تحب فيها تجد أن تجد محاولة ومحاولة هنا تبقى لهذا و الله جعل لكم من بيوتكم سكنا و الله أصبح لك المنزل أمكانك تجد محاولة سكينة سكينة عندما تجد المنزل تجد محاولة سكينة طيب لا أتحدث عنك أمكانك أمامك أمكانك أمامك ما إذا كنت تحبت هذا المنزل أخر من ملازم بإแลратة تلاحين يتعامك هو مالزد السلام أدعاء الله أد facile قال الله تنسوا أعطيكم هناك وسّكرة تنتهي الذي يشهد أن much кас這樣的 من والذين مربون lle etcetera لانظرنا نحن لن يبقى أعطيه والذين يساعد مهماته أيضا والتعبير والمصرمون وهم جميعون بالمعجزة لديهم المعجزة المقربة لا يزال لا يزال هذا عجزة يكون مرحلة شكينة أخرى هنا إذا لم تترك أحد الأسفل في المصحف إذا لم تترك يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَدَرُوا مَا دَقِيَ مِنَا الْرِبَعِ إذا لم تترك إذا لم تترك إسراء إذا لم تترك إسراء إذا لم تترك إسراء الله من سنعطيك هذا الحياة في المنزل؟ الى المنزل لذلك لا تترك إسراء لذلك هذا مباشرة على الأحمر يا الله أنت تصوص الحياة ومينك السلام الآن هو في حال معك لذلك ستجد الحياة في هذه المنطقة لذلك هذا مهم لذلك نحن لدينا بعض تعلمين نحن لا نحن لتحدث عنهم إنهم جمعين هم جمعين في هذه المنطقة ومعنوا من هذا المنطقة يقولون إنه أولاً أو أولاً 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 حقاً لذلك إنه مجرد جداً ونحن لدينا أيضاً مجرد من المساعدة أشخاص الذين نعرف يظهرون أنهم حلال ولكن إذا كنت تبحث عن كيف يستخدمك لتحصل على أن تحصل على المنطقة من المسلمين لدينا بعض المنطقة في أمريكا إنهم يقولون أنه حسناً أولاً أولاً أنا لا أعلم أولاً بلعبًا 20 عام لقد قلت أنهم أن المنطقة المسلمين هي 7 ملون إنه لم يتحدث أولاً 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 أنه 7 ملون س guitجزي أولاً أولاً أنظر لنا أولاً لا temat أولاً أولاً تجلب أولاً على signed iero存 Confl esquerdoHere pero y a mí me some body who the matter 7 milcian 7 million a day 3865 huh and we're talking about 7 million here just 7 million do you think we're going to buy homes in America man in كولورادو في الأمريكا نحن لدينا 500.000 دولار نحن إلى الناس وقالوا نحن لدينا هذا المنزل الآن هل يمكنك أن نعطينا المنزل ونعطيك كل سنة نعم لكننا نفعل هذا المنزل ونعطينا المنزل ونعطينا المنزل كيف يمكنك أن تضع المنزل الآن؟ هذا ما يحتاجه المنزل تؤمن أحداً ما أريد أن أقول لكم المنزل الآن في أمريكا لا يمكن أن تكون المنزل 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 أعرف بعضكم أنهم هم في هذه المنزل الأنجل المنزل المترجم للتعليق من لكم. أنا مرحباً. لكننا لا يوجد أي أي علاقة مختلفة. نا لا يجب عليك الصحيح في القطة. نا يجب عليهم أن يتعرفونهم لدفعهم. هذه الشيطان تحتميل المترجم ونحتاج إلى أن يدعهم هنا. ليس لأقوم بطلب من شيخ مثلني يأتي على الناس لأيضاء شيخ. لقد تفعل ذلك إذا كان لدينا جيدة إنها جيدة لهم يجب أن يكون هناك جيدة جيدة كيف نحن نفعل هذا؟ كيف نحن نقل هذه المنظمة حول المسجد حين أنك ستكون كما أتبقى كما أتبقى كما أتبقى وكما أتبقى وكما أتبقى إنها ستبقى في محافظة في محافظة كيف ستحدث إذا لم نحن ما هو يا إخوة ما هو يا إخوة هناك ملتقى موجودة تتحدث تتحدث تحتاج إلى المنظمة when we dwell on our differences and the things which will divide us. And this is why it takes leaders and leadership to pull out and get together to meet because you're having children. You need to understand this, that battle in the future is about the kids. They want your kids. Come to America but we're going to take your kids. They bring them because we want your kids. We're going to brainstorm and we're going to brainwash them. I can go into every little detail here about but I'm telling you the umbrella here is unity. Unity. Getting together, coming together, working for Allah, working for the higher purpose. Wallahi is something about non-Muslims, non-Muslims. They don't like one another. they are groups but when they have a common agenda they sit together and they discuss the common agenda. and normally the common agenda you'll be surprised it's me and you. It's they sit together and if you look into their ideologies conflicting, contrasting they are not they don't merge together and that's something that we should learn something that we should learn that we may have differences but there is a common goal common thing that we should be working for to solve the issue. I don't want to hold you here inshallah it's almost 9 o'clock 9.15 okay so here is the last question inshallah yeah I have a quick question yes okay not the last mention yet please oh okay I mean it's about this community now here we have immigrant Muslims we have some knowledge from back home and then we have Muslims that are grown here and the one way they learn Islam is from us so fights break off in this mosque every so often and younger Muslims they observe it they learn it and they run away from the mosque like few friends I have they actually they actually clapped every time there is like a fight break you know they're like talking about the fitna that goes on here they're like oh look at this Muslims you know they behave this way what can you do about this you know this question coming from you is a very you know sad thing but I mean personally I run away from this community like I mean back in days when Sheikh Kamal was here I saw fights break up I was much younger you see I think you know this is the the weakness of the ummah right here once it comes to this subject Allah subhanahu wa ta'ala has brought all of us from all walks of life and that's the trying thing about America look at the crowd sitting here you will find some from here some from there and you know I don't know what to tell you but a lot of us brought that package of religion mixed with culture here and you know something that I learned you know and it's okay as long as the truth you can actually learn from Shaytan when these 501 C3 which we call non-profit organizations when Muslims came here and they want to establish these non-profit entities so they need to come up with bylaws and paperwork there are certain requirements for you with the IRS to meet you have to meet in order to be an exempt from taxes non-profit religious organization so they said okay who has non-profit organizations in this country Jews and Christians okay let's bring their bylaws and just change the church the synagogue into what mess ship and just do the same like them but they don't understand that these people here who are born here they have a different way of looking at things and you know I'm sorry at one stage in my life I have to admit that and I come from that same part of the room I used to sit in these meetings and if my opinion was not adopted I would get so mad I would consider it a personal thing that's the way that we will pull up there over here no I mean it's and this is something that I said today you know you can have the best set of Bibles but then if the people are not willing to work with it is not going to work but I think that's where the issue is but meanwhile also I'm telling you changing it is difficult too because people may question your agenda why are you changing it if it wasn't from the get go I think a lot of us found ourselves into that you know build you know like a boxing ring and but I want to tell you something if you go into the hearts of these brothers they all have good intention they all have good intention they want to do the right thing for the community and they think this is the way it should be but remember this hadith hadith he said that the prophet said I am trying to remember the wording imagine a group of people got on a ship and some of them ended on the higher level and some in the lower level and those who dwelt in the lower level did not have access to water so they didn't have windows where they can get their water to wash so every time they want water what do they have to climb up so they ended up disturbing the people living on the upper level of the ship look at this now but out of good intention you see they had a good intention they didn't have an ill intention why should we bother our brothers upstairs you know let us dig a hole in the bottom of the ship so we can get our water because our brothers are good intention here we're talking about what they don't mean bad but they don't understand that this hole will do up to the ship and and I think this parable is that a lot of these brothers they have good intention but they don't know what they are doing with what and sinking of the ship is the youth is the next generation is the next generation again we ask Allah to reform and rectify the condition of the Ummah and our community and you know let's inshaAllah be a believer is always optimistic but a message to you and to the brothers who clap you shouldn't quit either you shouldn't quit do you think shaytan is in the casino out there you think shaytan is in the casino shaytan is here you are the people already gambling they are drinking they are drinking shaytan is going to come here and try to what and I said today and I don't know if you are here or not I think if we in Colorado should work 50% you guys should do like 75 80% because you have bigger shaytan here you know and the temptations and all of this always always be optimistic and do not let go do not quit you see Allah subhanahu wa ta'ala is not gonna ask you did you fix it did you try to fix it you understand Allah is not gonna ask did you succeed success is not a question but did you try to do something about it that's the question and inshaAllah we're gonna try and we're gonna make it happen just make do okay sorry I'm not going to ask you a important question because I have answered those questions I want to ask you this question I've been hearing and I have many times both you and also from you you studied about anybody who owns property can give you the mortgage too they can give you what the mortgage for you the property you can buy from them and they can find I give you the mortgage instead of going to the bank and you just take it home yeah I mean that's buying homes you're talking about buying homes right owner carry you yes so one part of it but now there are a lot of builders building the properties they also own the motor company same time same company let's say ABC builders building the projects and they also have ABC landers right same company who building the projects also have their own bank which is getting the first today so let's say if I buy property from them can I buy from this since well it depends on muslims or non-muslims yeah you can as long as they give you owner carry even with a non-muslim by the way if he chooses to deal with the bank and give you owner carry you can do it but with a muslim no no if a non-muslim goes and gets a loan that's the worst scenario right and he buys a house and he says okay that's your owner can you can do that with a non-muslim now how are you buying the house what is the contract between you and them so you're being into this that's haram but at the same time I heard that you said the owner who owns the property they also can give you the mortgage okay here are two scenarios this house right now on cash basis if you pay cash three hundred this house if you buy on 10 15 years let's go 15 years is 400 thousand dollars can you do that installment can you do that yes you can and that's what I mean by owner carry that you give a down payment and then the balance you paid on a set installment every year every month or every year up to that's what I mean by owner carry but you don't go and buy with interest that's haram you see what matters here is you're paying set installments every month with no interest yes the price has increased because you're not buying in cash but that's permissible this is called selling and buying but the other one is called interest you understand that who said right yeah okay guys okay you mentioned the same company and the building it may be the same principal involved but it's too separate registered company the contract between you and the seller what does it say and are you going to pay interest to ABC okay so that's permissible that is permissible if this is what you mean that you are buying this ABC are giving the money to this owner the seller let let me let me answer this question the seller owns the house okay but they want you to go and deal with a bank to buy this house their own bank so the bank and the seller are one entity right so now how are you taking this money out on interest are you being interest are you being using no listen when you go and get that money from them are you being interest well if this is you see the whole thing has to do with the contract you have to look at the contract what language in the contract it has to be looked upon the contract inshaAllah we'll see you tomorrow at the community center inshaAllah